ماشتغلتش معاهم وكنت تقول الصوت ده كنت ممكن نعمل انا وهو حاجة كويسة موارد اه في 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 أصوات يعني انا مثلا من الأصوات اللي انا بحبها كأصوات جديدة يعني او شابة موجودة معانا مثلا دنيا دنيا سمير غانم انا بحب صوتها جدا مين يا فان دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم جميلة دنيا حالة مش مسألة صوت بس على فكرة هي مغنية شطرة جدا وزكاية جدا يعني أنا بيعجبني جدا صوتها وبيعجبني طريقة أدائها وطريقة تعبيرها لأنها كمان ممثلة فابتعرف توصل الحالة كويس قوي وعندها قدرة عالي جدا من القبول وهي مرتاحة في كل حاجة بتعملها وهي بتمثل وهي بتغني عشان كده بقول عليها حالة وفي جنات برضو من الأصوات اللي أنا بحبها جدا لما تعملاش مع بعضها كده يعني أبقى مبسوط جدا لو اشتغلت معاها مين من المطربين؟ بتتبع الوجوه الجديدة اللي ظهروا؟ آه طبعا طبعا مين عاكبك فيهم؟ آه والله معظمهم كويسين معظمهم بيكتهدوا بس هي الفكرة بقى في الاستمرار يعني مين اللي هيعرف يكمل واستمر ويحافظ على النجاح آه زي أحمد جمال مثلا في صوته جدا محمد شهين برضو كويس جدا محمد شهين آه مين عطا كويس برضو الحقيقة آه طبعا طب احنا كنا من اول الحلقة احنا بنتكلم عن الكلمة وحك مهتم بالكلمة لان الكلمة دي